السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد ازايكم شباب اخباركم ايه رب تكون كلكم كويسين وبخير دامان يا رب. الفيديو ده هفرقكم فيه سريع كده للترمومتر اللي هو زي ما انت شايف كده ده بيكون شكل العلبة بتاعته من برة ومكتوب عليها من هنا رقم الموديل بتاع اللي هو وان هو فيه او ساعة وبيقيس الرطوبة وهتلاقي فيه تلات زرائر هنا عرفك بيعملوا ايه دلوقتي? وفي الحالة حبيتها جيب الترمومتر ده لان انا بحب ان انا بقعد متابعة على درجة الحرارة باستمرار كمان بستخدمه في الفيديوهات بتاعتي زي ما استخدمته في فيديو قبل كده اللي هو بتاع المبارد الهواء الفريش الاربعين لتر فلو حاب انك تشوف انا استخدمته ازاي في الفيديو ده تقدر تشوف الفيديو من الرابط اللي هسيبه لك في صندوق وصف الفيديو وفي اول تعليق كمان لو حاب برضو انك تشتري الترمومتر ده فهتلاقي رابط الشراب بتاعه موجود في الصندوق وصف الفيديو وفي اول تعليق. طبعا اقول بتفتح العلبة هتلاقي قدامك زي كده البطارية. كمان هتلاقي او دليل المستخدم اللي بيكون فيه شرح لطريقة التشغيل بتاعته. وطبعا الترمومتر نفسه ده بيكون شكل السلك او السنسور او الحساس بتاع الحرارة بتاع درجة الحرارة الخارجية. ولو حاب انك تركب بقى القطعة دي بتركبها كده جوة الحديدة دي. وزي ما نشايف كده انا حسيت ان طريقة تركبها يعني جامدة شوية ومش سالسة قوي ففكتها بعد كده. ولكن خليني بس اركب الغطا بتاع البطارية كده والف الترمومتر الناحية التانية علشان اشيل الكوفر اللي بيكون موجود على الشاشة بتاعته علشان نشوف بقى الترمومتر ده بيعمل ايه بالزبط? زي ما انتشايف كده هتلاقي فوق الكلمة بتاعت ده علشان الجزء ده خاص بدرجة الحرارة الداخلية او درجة الحرارة جوه الغرفة فهتلاقيها متميزة بكلمة وتحتها على طول كلمة قوت علشان ده الجزء الخاص بقياس درجة الحرارة الخارجية. ولكن طبعا انا لما همسك السنسور او الحساس بتاع درجة الحرارة الخارجية ده في ايدي شوية زي ما انتشايف دلوقتي هتبتدي تلاقي ان درجة الحرارة الخارجية ابتدت تزيد. وده معناه ان السنسور شغاله مفيهوش مشكلة يعني هتلاقي ان درجة الحرارة دلوقتي وصلت لاربعة وتلاتين ونص تقريبا واعتقد ان دي درجة حرارة الجسم المنطقية يعني يا بوس ابتدت دلوقتي توصل لخمسة وتلاتين فاصلة تلاتة. فطول ما انا ماسك في ايدي السنسور او الحساس بتاع درجة الحرارة الخارجية هتلاقيها بتزيد وبتعلى. ونعمل كده علشان التجربة بس. لكن المفروض ان السنسور ده يبقى انت مسلا مخرجه من الشباك او مخرجه برا القوضة عشان يقس لك درجة الحرارة برا القوضة. وهتلاقي عندك بعد كده على اليمين هنا الجزء المكتوب عليه كلمة وفي المية ده بيقس لك نسبة الرطوبة في المكان عاملة ازاي. هتلاقي عندك بعد كده الجزء الصغير على الشمال ده بيكون فيه الساعة والمنبه لان الترمومتر ده فيه ساعة وفيه منبه بالاضافة لان فيه زاكرة والزاكرة دي بتلاقي متسجل فيها اعلى درجة حرارة اتسجلت في الغرفة الداخلية واعلى درجة حرارة اتسجلت خارج الغرفة. كمان بتلاقي متسجل فيها اقل درجة حرارة اتسجلت جوه الغرفة واقل درجة حرارة اتسجلت برا الغرفة. وعلشان تزبط الساعة بتدوس على الزرار بتاع موت دوسها طويلة كده فهتبتدي تلاقي الدقائق ابتدت تعمل بلينكينج كده او بتعمل زي فلاش كده وتطفي وتنور. وعلشان تحرك الدقايق دي وتزبطها على الديئة اللي انت عايزها بتدوس على الزرار بتاع حد ما تزبط الرقم اللي انت عايزه. بعد كده لو دست مود مرة تانية هيدخلك على الاختيار مبين انك تشغل الوقت اتناشر ساعة او انك تشغله اربعة وعشرين ساعة. فتلاقي برضو بيعمل فلاش كده وهتغيره عن طريق الزرار بتاع فهو في حقيقة ترموميتر كويس يعني انا شايف ان هو ترموميتر ادوى كويس مش وحش وحبيت ان انا اجربه. وحبيت في نفس الوقت برضو ان انا اشارككم التجربة بتاعتي دي عشان لو حد حبيب ان اشتريه يقدر ان هو يتفرج عليه قبل ما يشتريه. اتمنى في النهاية ان الفيديو يكون افادك فعلا ودلوقتي ارتفرج على فيديو تاني من الفيديوهات اللي تزهر قدامك. ويريد في النهاية متنساش اللايك والاشتراك في القناة ونتقبل في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.